موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم البساط أحمدين موسيقى مشاهدين الكرام سنتحدث في هذه الحلقة عن المعاناة اليومية التي يعانيها المواطنين بسبب مساوى بعض سائجية البساط موسيقى 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 قبقه في طرف الشرعة وبقت جيئة حيصل لحينه ونخطأ مالاش وينو هذا؟ وبقت الناعكب هنا في طرف الشرعة النوع ديري علم لو ما يجي من طرف الشارعة جاي جاي... تعال 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 يلا خاطي 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 نا حول ولا قوتها اللا بالله هي هكذا جاها هكذا جا الراكبها هي 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 خاضي 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 يلا 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 خاضي هيا قفا طلع الراكب اتحرك ذا الحين امان اللحظة يا اخي باقي ديك الشايباء بسرق هنه ارحمه كت حالة حالة وبكاء ايان شيبة وبكاء في الطابقة الثانية في الطاقة حق البيت اه كتباك اهن لبسه شاء جرى العصية نأز لي الان عنا اللي في الطاقة خاضي 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 يلا يلا هاي 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 ياي ياي عايب علي عايب علي تبكي خمسين تيار مريع عليك نعم نعم وك بتفعل بنا هكذا عشان نشارع حقك هم هوا حكي حق ابي او حق ابو ها اه 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 يا لطيف والعناد في هذا سواك يعني يوقف خط كامل علشان ينتظر الراكب بعدها شفتو صاحبان صامير جنبه اي مشكلة ينزل يضارب ما عبش اي تفاهم بعدها هذا الايام بالذات من النادر انك تشوف سواك باص ما بيش جنبه صامير بعدها مش اي صامير صامير هكذا ساحنا تعرفوا يا اخوتي ان انا مستغرب من الصيني يعني قد اخترعوا لنا كل حاجة كنت اتمنى زد يخترعوا لنا سامي رطب ويسموه سامي الطبي وكان يبيعو في الصيدليات يعني في الكثير من اصحاب الباصات زي ما تعرفوه يوقف وسط الخط ليش؟ علشان يطلع راكب وبعد شوية يوقف وسط الخط ليش؟ علشان ينزل راكب وبعد شوية يوقف وسط الخط ليش؟ لا سب ينزل اشتري لشجارة وبعد شوية يوقف وسط الخط ليش؟ ينزل يصرف فلاس وان السيارة التي قفاها وكودهم يمشوا ويوقفوا يمشوا ويوقفوا على مزاج صاحب الباص انا اتمنى من المواطنين انه قبل ما يركب الباص يجهز للصرف وما ينزل الا وقد حاسب هذا البعض عايش يعمل يقول على جنب بعدها ينزل بعدها يتفتش بعدها يخرج كل حاجة مجيبة بعدها يتفايقن معه ورقاب والف بعدها يمكن السواق والسواق يقول له ما عايش معي صرف بعدها يقوله دبر بعدها يشوف صرف والسيارة كله الذي قفهم مراعيين دنتهي هذه العملية من ايحة للسوة الله ليفقتطع له والله ما اتعلمه والله ما اتعلمي والله ما اتعلمي الحها CHAV انا ليك ا ذا لولاك انا ليتعلم لولاك اتركيий من بلا معلومات انها لولاك اقول لاش لا لي ولا لحدين شفتوا الذي شفته عيكسم الرجال نصفين يا جماعة الخير الرزق مش بالغصب لازم الكل يعرف ان اللقمة الذي مكتوبة له عياخذها غصبا عن اي واحد بس للأسف الشديد في بعض اصحاب الباصات تحول الموضوع عندهم الى حسد والله يجيرنا من الحسد الخير اللي يعرف ان الباصات توصل من الدول المصنعة بعدد كراسي ملائمة مع عدد الركاب لكن عندنا الول ما واحد يشترى الباص اول مشور يعمله الى ورشته اللحاب ليش؟ علشان يعمل توسعة اجبارية وبدل ما هم خصص الى 12 راكب يحوله الى 17 راكب ويرس الركاب مثل ما يرسوا البيت ولو ما تجي تقول له سواك يا اخي البصحقك ضيق يقول لك حيا المفاسحة في القلوب بعدك دي احنا اليمني الواحد ننسح هذا احنا الى تابعوا عندك هدك هدك ايوه احنا نعنك فعنا نزل يارو يالله يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شفتوا على إحراج يقع له هذا كله بسبب التوسع على إجبارية وعد باقي بعض سائقين الباصات يحول الباص من بترو إلى غاز ويطرح الدب الغاز في الكرسي الخلفي بعد لو تشوفوا على عذاب يتعذب الراكب الذي يركب في هذا الكرسي طول المشوار ووفعلها كذا برأسه ما يوصل الراكب راكبتها عوجة ورجلة فعلها يوصل قد راكبتها احترافات وقد في شهد عضلي في رجلة هذا أخف الضرر أما لو قح حادث وانفجرت الدبة يعلم الله أشي يحصل أما وقت الضرح فهذا موضوع لوحده يعني يجي لك بعض سائقين الباصات يسرع لك شرعة آمنت بالله ويعكس الخط ويخالف ويمهد لك الشارع ويمهد لك الركاب مهد البعض يقول انه حريس على سبية يوصل الركاب بسرعة وكل هذا على سبية يلحق خروج المظافين من وظائفهم والطلاب من المدارس آمنت بالله والطمع تابعنا تابعنا يلا 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 هل محيد فعلا ما عاد الله واحد ما عاد الله واحد يلا 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 ما لا نعضي هلش هذا باص ولا طائرة يا أخواني للعسف الشديد في بعض سائقين الباصات بصراحة لا بيحترموا ماطني ولا بيحترموا السيارات الثانية ولا بيحترموا حتى قواعد الميرو وتحصلهم يعملوا الذي فيه رسوم ولا هم خايفين من احد ولو ما تجدش تاكيل الميرو تقول للسواق الباص قاطع الشارع تقول لك يا اخي انا ما فعل له ويكتفي انه يسجل رقم الباص في يده مش فيه دفتر مخالفة طبعا يا اخواني الباصات هذه موجودة في جميع انحاء العالم مش بس عندنا بس فيه نظام يحكمهم لو اخذنا مثال بسيط مثلا بان اختار ازحم دولة عربية على سبيل المثال القاهرة طبعا في القاهرة يا اخواني يمكن مئة الالاف من الباصات بس فيه نظام يحكمهم مثلا دروح الفرزة ما ادري ايش يسمونه عندهم يعني محل تجمع الباصات تدخل هذه الفرزة تلقى كل الباص على او رقم 15 20 30 40 ويرتصين جمي جمب ويحملوا على واحد واحد يقول لك مثلا الاول رقم واحد او رقم 20 او رقم 1000 او رقم 100 يعني هناك ما بيش حاجة اسمه واحد يشقح الباص عاصب يحمل قبل زميله والجميل في الموضوع ما بيش عندهم على جمب في اي مكان تشتيد وقف لا هم مقسمينها محطات يعني لو فرضنا من التحرير لشارع حائل مثلا قسمنا عشر محطات او عشر مواقف يعني في كل موقف في مواقف كبيرة مثل الذي عندنا مواقف كبيرة يوقف الباص ينزل الركاب ويركب ركب جداد ويمشي للموقف الثاني ينزل الركاب الذي معه ويطلع ركب جداد بدون مشاكل بدون اي عرقلة لسير مثل ما يحصل عندنا وفي الاخير اتمنى من ادارة المرور ومن امانة العاصمة ومن الجهات المختصة ان يعملوا نظام خاص لاصحاب الباصات للحد من الزحام ومن الحوادث المرورية لانه بصراحة شوارعنا ضيقة جدا 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 ما تحتملش اي مخالفة انا عند الله وعندكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا عفوا ما عفوا شكل ما خلان اليوم اللي معناش داري ما اقول وازو بنجرب ايزلال همي بدوب بديد حروق وسطة كلا فهم بعضو هذيك حقل داخله انا حاول اعمال حركات كلا على السلام نجد انا محترف في زعم وهذي طلعها في المنتاج يا اناه بضل محيو reason جدا جصير عاطف Byte هكذا اناه لذاك ما انotion ايس بالساك وولي القلق هكذا ما ارتجاء عايزة عاحا السلام بإشبяла شكل نجال حقا يعطي شكل ريف ايضر انا تسلم فيلا ماشي اشها سات اذهبت الى الططقة لا معلم لا معكم خلّي البساط أحمدين خلّي البساط أحمدين باخد معا كوادي خلّي البساط أحمدين خلي البساط احمدين البساط احمدين البساط البساط احمدين